اشتركوا في القناة ونصاره وإحبابه وبعد فنقف اليوم في هذه الدقائق المباركة مع آية في كتاب الله تبارك وتعالى توضح لنا أمرا قد يغيب عن كثير من الناس وهو قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هذا توجيه رباني وأمر إلهي يكشف لنا عن حقيقة التغيب كما قلنا عن كثير من الناس بل هي غائبة كما ترى حال الناس الكثيرين لهذا التأكيد ربنا تبارك وتعالى يبين لنا من هو عدونا في الحقيقة وكيف نتعامل معه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والعدو كما هو معلوم لا يريد الخير لعدوه بل على العكس يريد له الشر والشيطان هذا العاتي المتمرد الذي أبى أن يسجد لأبينا آدم عليه السلام بقيت هذه العداوة معه مستمرة لا يقف الأمر مع آدم لو وقف مع آدم عليه السلام وانتهى كل شيء لا استرحنا ولكنه لم يزل وكل إنسان معه قرين هذه حقيقة أيضا كل إنسان معه قرين ما هي مهمة هذا القرين أن يأخذ قرينه معه إلى جهنم فانتبه لهذا يا عبد الله انتبه لنفسك فإن معك شيطانا متفرغا لمهمة معينة الطال بطال ليس عنده شغل آخر إنما مهمته أن يأخذك معه إلى جهنم إن أطعته واستجبت له إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والحمد لله رب العالمين الحمد لله أن الشيطان لا سلطة له علينا إلا بالوسوسة ليس عنده سلطة حسية أنك تريد الصلاة ويمنعك يدفعك امرأة تريد الحجاب ويكشف حجابها واحد يريد أن يعمل خير فيصرفه عن ذلك بالقوة ما يستطيع إنما مهمته أن يوسوس وأن يزين وأن يبين وللأسف أن أكثر الناس تتبعه في هذه الوسوسة هو إنما يدعو والعجيب من أمر هذا الشيطان كما ألمحنا في بعض المناسبات أنه سيخطب في أتباعه في جهنم ويؤنبهم ويحذرهم ويكشف لهم عن الحقيقة ولذلك الأتقياء يعرفون حقيقته من هذه الدنيا ما هي خطبة إبليس في جهنم وقال الشيطان لما قضي الأمر تها كل شيء خلاط جاءت الآخرة الآن ما في استدراك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم هكذا هو إذن وعد وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ستكون هذه الخطبة في جهنم وربما أشد ألماً على أتباع إبليس من جهنم لماذا؟ لأن هذا يتبرأ منهم وهو الكذوب لكنه صدق هنا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ربك قال لك صلي فقلت لا أنا قلت لك لا تصلي قلت لبيك يا إبليس ربك قال لك لا تتعامل بالربا قلت لا أنا قلت لك لا تعامل بالربا قلت لبيك يا إبليس ربك أيها المرأة قال لك تحج بي قلت لا أنا قلت لك تكشفي قلت لبيك يا إبليس وأنت أيها الحاكم قال لك ربك أحكم بما أنزل الله فقلت لا وأنا قلت لك أحكم بالقوانين الوضعية فقلت لبيك يا إبليس وهكذا قلت لبيك يا إبليس وهكذا قلت لبيك يا إبليس وهكذا قلت لبيك يا إبليس هو يتكلم في حقيقته وذلك ربنا تبارك تعالى يقول اتخذوه عدو هذا أمر إلهي اتخذوا فاتخذوا فعل أمر يفيد الوجوب ولا صارف له هنا عن الوجوب إذن معناها يجب على كل مسلم أن يتخذ الشيطان عدوا بمعنى لا يطيعونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إذن لا يليق هذا عند العاقل طيب ربنا تبارك تعالى في هذه الآية الكريمة ذكرها في معرض آية أخرى وربط بينهما سبحانه وتعالى ربطا دقيقا هذه الآية ماذا تقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال في آية أخرى إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقبل هذه الآية قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو نحن نريد هذا الترابط هذا الترابط هو المقصود يعني ربنا يقول يا أيها الناس وهو خطاب للجميع لأن الناس كلهم مخاطبون بهذا القرآن الكريم كل مولود ولد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في لقاء سابق هو مكلف بهذا الخطاب يا أيها الناس أهل أمريكا الفرنسا اليابان العرب العجم كلهم مخاطبون لهذا ما يقول يوم القيامة أنه غير مسلم ممخاطب ما ينفع هو مخاطب يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فانتبهوا إن الشيطان لكم عدو لأن الشيطان هو الذي يصرفكم عن الطاعة يصرفكم عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانتبهوا لذلك كما ترى الآن الأتقياء الحمد لله رب العالمين لا يستجبون للشيطان الشيطان يأمرهم مثل ما يأمر غيرهم يعني الشيطان يقول للمرأة الصالحة إنزع الحجاب فتقول لا ويقول لغيرها إنزع الحجاب فتقول نعم أبدا يقول للرجل الصالح لا تصلي فيقول لا يقول الآخر لا تصلي فيقول لبيك يا إبليس إذن ها هنا الحقيقة الموفق والذي يعرف الشيطان في هذه الدنيا لأن معرفته هنا تنفع أما معرفته هناك لا تنفع ماذا ينفيد انتهى كل شيء إذا مات الإنسان خلاص انتهى رويت صحيفته إلا إذا كان مسلم وأخر بعض الأعمال الصالحة فقد يلحقه بعض الخير فحقيقة أيها الإخوة أرى أن هذه الآية فيها تذكير كبير نشيط ينبغي لنا أن ننشط إلى التيقض لها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم نعوذ بك من نفثه ونفخه وهمزه احفظنا يا رب اكلأنا بعين عنايتك ورعايتك واجعلنا من عبادك المتقين وحزبك المفلحين حتى نلقاك على الرضا والمحبة آمين وصد الله وسلم وبارك على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته